السلام عليكم لبنات نهاركم مبروك يا ربي ومعطر بذكرى القرآن وبذكرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حبيباتي نتمنى يا ربي تكونوا كاملين باخر وعلىاخر انتم ما كتشوفوا في هاد لا فيديو هذا مهمة لبنات فيديو جديد ونهار جديد كنبغي يا ربي من هذا الفيديو هذا نشكركم كاملين علاقاء التساؤلات ديالكم وعلاقاء الحب ديالكم وكنقول لكم ربي يحفظكم كاملين المهمة لبنات هنا يراه فيديو جديد المهمة لبنات هنا يراه نهار جديد وهنا يراه البنات كان في قديمة مع هاد لقيتها دي يعني هكذا بكري كو عارفين كي ما قالو ناس نلوالا لفيق بكري بنذهب مشري الواحد هكذا فاش كيفيق كيل قطع ديالو كي يحاول انه يدير بزاب ديال الحويجات المهم هنا لبنات رأى اني من بعد ما صليت من بعد ما درت قلت هكذا ندير فطور هكذا تمشي هي الحرشة قلت نديرها هناك ما كتشوفه البنات رأى كي يجي يعني تصور ما كيعطيهاش حقها هكذا كتجي بحلة شوية ديرها محروقة ولكن هي رأى البنات كتجي هكذا محمرة وزوينة كنبغي هكذا انها تجي هكذا شي شوية مقرمشة وهذا مكان البنات كتجي زوينة ما شاء الله هكذا مع الزيت والعسل المهم هنا البنات رأى من بعد ما فطرت قلت حل هكذا استراجم هكذا يدخل شوية هورك وعارفين يعني دروري هكذا الواحد ما يهوي الدار هنا يلا كتشفت البنات هذا الززاج هذا كنت يلا مسحته ولقيته رجع كي بما كان لان رأى عارفين يعني هاد لقيته هادي مرة شتى مرة هكذا يعني الشمس مرة كل مرة يعني حاله أحوال هكذا سبحان الله والمهمة البنات كانت واحد شميسة ما شاء الله كدعطي واحد الطاقة ورقوا عارفين يعني هاد الايام هادي مع الصيف يعني جاي الصيف داخل حار ما شاء الله وهنا يا كنت البنات هاد الزربية هادي الصغيرة اه صبنتها قلت نمشي نطلع هاقدر ننشرها والجوه البنات سخون هاقدر اغمعت سعا كيبان يعني جوه هاقدر ديال الجوج فما شاء الله يعني واحد جوه هاقدر اكوك تشوفوا في شميسة راه هنا اه شميسة زوينة ما شاء الله فقلت لبنات ان انشرها هنا ايا فوق الصح ومن ان انشرها هنا فوق الصح يعني هاقدر بلا ما غادي نبدلها مع الاخرى صافي فانشرتها هنا ايا وقلت بما انني غادي ندير هاقدر واحد تنظيف عميق للسالون قلت حتى تيبس لي هادي يعني نقيها مليح هاقدر عادو ندير هات اما والمهم هادا ما كان هنا راه نزلتها لبنات كنت نشوف هادا اليوفيرا يلا هنتابه تعليها يا لبنات لانه ولدي دايما ينتفيها هاقدر كو عارفين لوليتات الصغار هاقدر ما يعرفوش الله غالب المهم هادا ما كان حبيباتي وهنا راه من بعد ما دخلت كانت تروينا الصالون ديالي هادا هو الابنات يعني ما زال ما درت فيها راني ان شاء الله عاد بغى ندير فيه شي تغيرات هاكدا ولكن شوية بشوية هنا كنت لبنات الالعاب ديالولدي دارهم في البيت وراكو عارفين يعني لوليدات الصغار هاقدر يشتتوهم في الصالون فاقلت صافي يعني نخليهم لو غير احنا يا هاقدر يلعب بيهم فا يعني هاقدر يبقى قريب وهاقدر يعني يبقى حدا حدا عينية يعني راكو عارفين اللي وليدات الصغار كيكونوا هاقدر يلا كيكتاشفوا يلا يعني هاقدر يبغوا يخربوا فالواحد يعني ضروري هاقدر ما يحضيهم وهذا ما كان حبيباتي الله يخليهم لنا يا ربي وخليليكم وليداتكم وتشوفوا فيهم يا ربي دك الشي اللي تمنيته والمهم هنا من بعد ما قديت الروينة لبنات هنتم كما راكو تشوفوا فهذه الزربية لبنات اللي بغى تنبدل فاقلت ننقى الاخرى ونديرها هنا يا وخاية صغيرة شي شوية ما عليش المهم هذا ما كان جات لقيتها هكذا ديالالغضاء كنت لبنات مشاهية لقراطان هكذا فاقلت يعني نديره وخاص بقلي البنات شاركتوا معاكم يعني شاركتوا معاكم ما هي مرة ما هي زوج ولكن رك يعارفين يعني الواحد هكذا ضروري يعني خاص ينوع هكذا مرة مرة كيتشها شي حاجة هكذا يديرها ولكن البنات أنا القراطان يعجبني بالزاف يعجبني بالكفتة يعجبني بأي حاجة هكذا المهم حاجة اللي لديكم فيها القراطان تعجبني بالزاف المهم هنا هي البنات رك كنت ندير صاصة ديال بشامل صراحة هنا يعني المقادر ديالها ما بديتهم شمعكم من الأول كنت هكذا ناسي روح يراني نصور راك تديرو غرجو جمعالق هكذا ديال الزبدة غير كايدوبو شوية كتزيدو عليهم ثلاثة ديال معالق ديال الدقيق هكذا كتتحمروا داك الدقيق شي شوية هكذا باش ما يدي يوجع كونش صافي والمهم بعد ما تحمروا شي شوية كتزيدو عليه الحليب بالنسبة للحليب اللي بنات لقياس راني ندير نص سيطره هكذا صافي ونزيد عليه خمسة ديال حبة ديال الفرماج هكذا ونزيد شوية ديال فلفل اسود ونزيد شوية ديال الملحة وحل الملعقة صغيرة هكذا ديال الملحة صافيك نبقى نحرك البنات على نار مهيلا راكو عارفين يعني السلصة ديال بشامل يعني تبغيت ندير هكذا على نار مهيلا باش جي مزيانة غيري لازلتو لها هكذا شي شوية راكو عارفين يعني كتتحرق كتجي في هاداك المهداق هكذا ديال الحرقية والمهم هنا من بعد ما سلقت الشيف لور ومن بعد ما سلقت البطاطا هنتم كما راكو تشوفوا لبي شامل ديالي وجدتها هي انا راكو نبغيها لبنات يعني نص نص تكون شوية هكذا خاترة ما نبغيها تكون جارية ذاك شي كيبقى يعني لحسب الادواق يعني كلها وحدا وكي كتبغيها كي اللي تبغيها جارية كي اللي تبغيها عاقدة بزاف ذاك شي كيبقى يعني لبنات على حسب الادواق وكيما كيقولوا الادواق لا تناقش وهذا ما كان حبيباتي المهم هنا هي البطاطا راكن تبالي شي شوية هكذا كبيرة كنت كمان قطع فيها هكذا با المعيلقة صافي كنديرها هي اول حاجة هكذا كطبقة راكني درت ليها لبنات شوية ديال الكمون درت ليها شوية ديال زيت هكذا البلدية ودرت ليها شوية دلملحة وهنا البنات غادي نزيد الشفلور ديالي هانتم ما كما راكو تشوفوا هنا يا صافي غير كنزيدو هكذا تدريجيا يعني شوية بشوية صافي من بعد كندير فوق من النول بشامل فكيجي البنات زوي وان ما شاء الله ومن بعد البشامل راكو عارفين يعني زيدوا هكذا شوية ديال الجبن باش هكذا يتحمل لنا ذاك البشامل وراكيجي البنات زوينا ما شاء الله ممكن انكم تديروها حتى هكذا في لاطاس صغار هكذا يعني لحسب الاشخاص اللي عندكم فكيجي زوينا ما شاء الله والمهم هادا ما كان حبيباتي كنت كنت مشاهية بزاف فقلت نديرو ويمانا اني كنت هاد النهار نصور قلت يعني راني مصورا الله لكم ماشي مرة ما شيجوش قلت ما عيش نعود انا ننصوره كين اخوات اللي الله مبتدئة يبغعوا هكذا يستافدوا وانا البنات راه من يعني من يعجبني بزاف وخنكون نعرف طريقة نعرف طرق يعني نعرف طرق كتيرة هكذا يعني الواحد هكذا ضروري ما يستافد فالبنات دائما الروتينات هكذا يعجبوني كين بزاف الاخوات اللي متبعهم هكذا يعني كتستافدي كتاخدي افكار كتاخدي يعني بزاف ديال لحواجه هكذا والمهم هدا ما كان حبيباتي هنا يراها هدا هو الجوبنا البنات اللي كان استعمل ديال ميرقادونا صراحة ما كان استغناش عليها كيجيزوي وما شاء الله وكيعجبني يعني كيد ديريه فالفران يعني يتحمر كيعطي واحد يعني واحد المنظر ما شاء الله والمهم اه كنت اخذي تالبنات حتى ديال ليدل راه زوين ما شاء الله انما غير ما كيتحمرش هكذا من الفوق ديال ليدل بالنسبة الاخوات اللي كانين هنا غير شي شوية يعني هكذا خصوه يدوب وصافي وبالنسبة لي اعنا البنات را كيعجبني هكذا يكون محمر هكذا من الفوق فرا كيجي ما شاء الله يعني كيجي زوين ما شاهدكم على البنات وشاهدكم في الجنة ان شاء الله يا ربي المهم هنا را كندخله الفرن على البنات كندخله يتحمر غير من الفوق لان كل شي طائب عندي وكل شي واجد والمهم هذا ما كان البنات هذه هي يعني الغضيوة ديالي اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال وكنت البنات هنا وجدت هاد الشلاطة هذي را كنسبق لي وشاركتها معاكم صراحة راها سهلة البنات غير الخيار هكذا كتحكوه سوف يجيبوا شوية ديال اللماء انا را ما كان ستعملش البنات العاصر صراحة كنت دقتها هكذا فعجبتني بزا فكنت تقديرها الواليدة والمهمة البنات كتديروا فيها غير اللماء بعد ما كتحكوه الخيار انا را حكيت غير جوج حبات وضفت شوية ديال اللماء لقياس هكذا البنات ديال كاس ونص سوف يكتزيدوا شوية ديال الملحق واحد المعلقة صغيرة وكتديروا ثلاثة ديال المعلقة لبنات ديال السكر ساني ده هكذا مهم كتدورهم مزيان شي شوية على ما الدوب ديك ساني ده هكذا واحد المعلقة لبنات ديال زيته النباتية صار فيو كتدورهم مزيان ولكن عندكم الخلى لبنات كيجيزوين را كيعطها واحد الماداق رائع ما شاء الله وكتجي يعني فيها ديك اللده ما بين الحلو والحامض هكذا الحلو عفوان والحامض مهم كتجيزوين اللي بنات غير جربوها وهكذا يعني اللي هكذا مجربها صراحة راه الخيار راه فيه منافع كتير اللي بنات خاصة يعني في هذه الفترة هذي ديال الصيف فيه ما بزاف موزين يعني هكذا الجسم الواحد ياخدو هكذا وديرو هكذا مع هكذا مع الوجابات فرا كيجيزوين البنات ما شاء الله والمهمة البنات هنا را كندوق معاكم صراحة يعني جات شوية هكذا وخط صوير مع طعاش حقها يعني هي راجة محمرة على البنات انا را يعجبني هكذا يكون هاد الجوبن هكذا يكون محمرة يعني هكذا فرا كيجيزوين ما شاء الله والمهمة البنات سمحوا اللي شهيدكم واللي حاملة شهيدك في الجنة اختي والمهمة البنات هذا هو الفيديو ديالي كنتمنى يا ربي يكوننا الاعجاب ديالكم ويكون فيديو خفيف ضريف وما تنساونيش هكذا من البارتاج يعني مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم باش هكذا يكبر يعني المحتوى ديال القناة ويزيدوا اخواتي تعرفوا على القناة وكان بغي نشكركم جزيز شكر علقاء الحب ديالكم وخليت لكم راحة الله هو الى فيديو اخر ان شاء الله